اشتركوا في القناة هذا السيسابر ملحاند واراه مسكين صابر عرفتوا لماذا؟ ما هذا؟ من اللي كان الله أفتح كان فرحان بالحاند حيث كم ينزل حمك تتخرون منه هذا قليل هذا فاطمة تجيب السيسابر حليوات لا أدلهم افتعوني هذا قليل لم تجيبوني هذا محمد لديه مقاولة صغيرة لديه موضوع لخياء والصابون وصابون دقشوع يعملون معه كثير من الشباب الحومة هذا قليل استصابر لا تجيب السلعة لك الناس تريد مركز على بره هذا غيمي صغير لديه مقاولة تفشل لأننا مستهلكين كنفضلوا المركات المستوردة وما كنشجعوش لمنجوجات المحلية دينا حاليا العالم كيعيش أزمة خانقة دي الجائحة كورونا والجهة دينا جهة طنجة طوان الحسيمة للساكنة دينا كتوصل اكثر من ثلاثة المليون ونص وفيها ما يناهز مئتين ألف مقاولة حتى هي تأثرت بشكل كبير بكورونا بحيث توقفوا عدة معامل وشدوا بالزارد لمحلات بالنسبةك تصل إلى 57% والباقي حتى هو مهدد بالإفلاس الخبراء اليوم يأكدوا بالفترة المقبلة ما غتكون شي سهلة حيث غادي تعرف تراجع في التثمارات الأجنبية والنقص في التحويلات دي المغاربة الخارج وتراجع الطلب الدولي على المنتجات المغربية وكي لا يتحش اقتصادنا وندخلوه في أزمة حقيقية وحيث نحن كم غاربة كم غيوبلادنا خاصة ننساهمه في تنميات الاقتصاد الوطني ونستاهل كل منتجات المغربية عرفتوا علاش؟ أولا من اللي كان نشري منتج بلادي كان نشجع على فتح مقاولات وبناء اقتصاد وطني حقيقي وكيف ما لاحظنا الحمدلله المقاولات المغربية نشحت في تلبية طلبات السوق الوطنية في الفترة الأخيرة ثانيا من اللي كان نشري منتج بلادي كان نساهم في خلق فرص شغل نولاد بلادي ثالثا من اللي كان نشري منتج بلادي كان نحاول على تخفيف من العجلة من الميزان التجاري حيث لي كانت نتقال عليه تخلص�� م مستورة انتنا قد تخلص عليها بالدرهم لكن الدولة باش تجيبوا لك تشريه بالعملة الصعبة اذا باش نفوتوا هاتلي محنة الصعبة ونرجعوا كيف ما كلنا وحسني ان شاء الله خاصنا نرجعوا الثقة في المقاولة الوطنية باش تنظمنا شديد وتساهم في التنمية وخلق فورص الشغل وهيضا غادي تربح بلادنا ونربحوه كاملين نشري منتوج بلادي نحمي بلادي ومستقبل ولادي شكرا